موسيقى السلام عليكم الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوي موسيقى الاقتصاد المرهون للخارج معضلة مصر وازمة يدفع ثمنها المواطن موسيقى مشروع كهربائي جديد في لبنان وتقنين الطيار على حاله موسيقى اهلا بكم المالية المصرية على اعتاب اختبار صعب بعدما اجل صندوق النقد الدولي تقديم قرد المليارات الاربعة واعلنت الدوحة عزوفها عن منح القاهرة مزيدا من التسهيلات المالية المخاطر الاقتصادية التي تقف مصر على اعتابها في التقرير التالي لمحمد العارف امال الحكومة المصرية الحالية في تحسن الاقتصاد عن طريق الدعم الخارجي تبددت لأجل غير مسمى فصندوق النقد الدولي اشترط على مصر تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي واضح وجاد قبل منحها قرضا بقيمة اربعة مليارات وثمانمائة مليون دولار هذا الامر وصفه خبراء الاقتصاد بنقوص الخطر الذي يلف الاقتصاد المصري عدم توقيع السندوق على برنامج اصلاح الاقتصاد المصري يجمس الرسالة السلبية بالنسبة الاقتصاد المصري خاصة بالنسبة للإستثمات الأجنبية كما ان السندوق نفسه يهمه باعتبار دولة مصر دولة محورية ودولة رائدة في المنطقة واقتصادها ضخم معايدة سكان كبير وهمه ان لا يحدث نهار الاقتصادي في مصر هذه الخطوة تزامنت مع حديث وزير المال القطري يوسف كمال عن عزوف بلاده عن تقديم المزيد من القروض المالية الى مصر في الوقت الراهن مؤكدا تقديم الدوحة خمسة مليارات دولار لمصر ودائع وقروضا ومنحا منذ اندلاع الثورة حتى الان المواطن في الشارع المصري لم يعول كثيرا على هذه القرارات وطالب الحكومة بالاعتماد على النفس لتجاوز الازمة في العملة والميزانية الاعتماد سواء على قطر او السندوق الناد الدولي ده مشروع فاشل من البداية احنا كنا نتمنى من السيد الرئيس وحكومته ان يطرحوا حلولا بديلا حتى لا نقع في هذا المأزق حزب الحرية والعدالة الحاكم دافع عن فكرة الاقتراض من الخارج وعز لجوء حكومة هشام قنديل الى مثل هذه الحلول لتسلمها الاقتصاد في حالة متدهورة احنا عقودين دولة بعد ثورة دولة كانت حكومة العسكر دولة استلموا البلد ب36.5 مليار دولار في الخزنة سلموهننا 14.5 مليون دولار ايدي العسكر اللي عملوه خزانة كانت فيها تريليون وشوية جنيه ما صحيح اللي هي الصندوق الخاصة فرغت تماما ويقع الاقتصاد المصري في فجوة تمويلية تبلغ 18 مليار دولار فضلا عن ان الاحتياطية النقدية يغطي واردات لفترة تزيد قليلا على شهرين يضاف الى ذلك ارتفاع معدل التضخم الى 8.2 من 10% في 12 شهرا حتى شباط فبراير من 16.13% في الشهر السابق بعد زيادة كبيرة في اسعار الاغذية والمشروعات تحدي جديد يواجه الاقتصاد المصري بعد موقفي قطر وصندوق النقد الدولية تحدي يراه مراقبون ضغطا اضافيا على الاقتصاد المتعثر اصلا قد يطيل من امد الازمة محمد العارف القاهرة الميادين تدخل المصرف المركزي المصري من خلال بيع الدولارات لتهديئة سوق الصرف افقده جزءا كبيرا من سيولته الاجنبية ورفع سيولته بالعملة المحلية المركزي المصري كشف اليوم عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في النصف الثاني من العام الفائت بنسبة 16.16% هذه الزيادة عكزت على نمو المعروض النقضي بمقدار 13 مليارا و600 مليون جنيه عطى العمال الرصد الجوي في مصر العمل في عشر مطارات دولية وثلاث مطارات محلية اعتراضا على ترد أوضاعهم المادية ولم يرسل موظف الرصد الإحصائيات لمدة أربع ساعات بهدف الضغط على الحكومة كي ترفع الأجور وحوافز العمل بعد تجميدها منذ أكثر من ثلاث سنوات العراق ومصر والتعاون الكهربائي ثالثة هما مفاوضات ثنائية بين وزارتين كهرباء البلدين في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة وفد رسمي من جمهورية مصر العربية وممثلي شركتين متخصصتين في مجال الكهرباء وزير الكهرباء العراقي كريم الجميلي أمل زيادة حجم التعاون المشترك بين الحكومتين العراقية والمصرية في مختلف المجالات الخدمية ولسيما قطاع الكهرباء الوفد المصري اطلع من نظيره العراقي على المشاكل والعقبات التي تواجه قطاع الكهرباء بفروره الثلاثة الانتاج ونقل الطاقة والتوزيع مشروع كهربائي جديد في لبنان لكن تقنين التيار يبقى على حاله فقد أعلن في بيروت عن تلزيم انتاج 841 ميجاوات إثر فوز شركتين يونانية وامريكية بمناقصات انتاج أزمة الكهرباء في لبنان تقترب من الحل ولو جزئيا فقد أعلن عن تلزيم عملية انتاج كهرباء تصل إلى 841 ميجاوات حيث فازت شركتين يونانية وامريكية بالمناقصات لبنان يعاني من تقنين كهربائي حال يفوق 12 ساعة في أغلب المناطق الأزمة ترفع أكلاف الحصول على الطاقة في لبنان وتحد من تنافسية القطاع الصناعي وتدفع المواطنين إلى البحث عن بدائل مكلفة كالاشتراك في مولدات خاصة وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أعلن عن صفقة توفر على لبنان 24% من أكلاف انتاج الكهرباء وذلك بعد فوز شركتين يونانية وامريكية بعقود الانتاج الوزير وضع التلزيم في إطار خطة لتأمين التغذية الكاملة بالتيار الكهربائي عام 2015 واستخدم لبنان بواخر تنتج 270 ميجاوات ويعمل على استجار 300 ميجاوات من سوريا ومصر فيما تصل حاجة لبنان إلى 2400 ميجاوات ووفق باسيل يؤدي اكتشاف لبنان آبارا ضخمة من النفط والغاز في المياه الإقليمية والاقتصادية الخالصة إلى خفض كلفة انتاج الكهرباء في لبنان رأى وزير العمل الأردني نضال القطامين أن العمالة السورية تزحم العمالة المحلية في القطاع الخاص وتحرم الأردنيين فرص عمل خصوصا في القطاع التجاري ما أوجد حالا من التذمر لدى المواطنين وكشف القطامين أن نحو 800 ألف عامل وافد يعملون داخل الأردن دون تصريح رسمية لافتا إلى أن المملكة ستقوم بإجراءات مشددة ضد العمالة الوافدة غير المرخص لها بالعمل وخاصة السورية منها 5600 مليار دولار قيمة الأصول التي يتوقع أن تديرها صندوق الثروة السيادية بنهاية العام الحالي وهو ما يزيد على مثلين ناتج المحلي الإجبالي لبريطانيا وفق دراسة أعدتها مؤسسة The City UK التي ترصد أنشطة قطاع الخدمة المالية على مستوى العالم وتعد الصندوق السيادية العربية التي تدير إرادات النفط الأضخمة على مستوى العالم بعدما تضاعفت قيمة أصولها في السنوات الأخيرة مع ارتفاع أسعار النفط وأضحت هذه الصندوق لاعبا رئيسيا في السوق العالمية بعد الأزمة المالية رغم تلقيها الكثير من الانتقادات بسبب الخسائر التي أصبتها ضعف نمو الاقتصاد العالمي ينعكس ضعفا في الطلب على النفط ضعف الثقة في قطاع الأعمال في الصين والتباطؤ في أوروبا وتوقعات خفض الميزانية الأمريكية عوامل تحد من الطلب العالمي على النفط بحسب ما أشارت إليه وكالة الطاقة الدولية وفي مطلعتها الشهرية لأسواق النفط اعتبرت المنظمة أن هذه الصدمات الاقتصادية الثلاث تؤثر على أكبر ثلاثة مستهلكين في العالم ما ينعكس تراجعا في نمو الطلب على النفط إلى ثامانمائة وعشرين ألف برميل يوميا خلال العام 2013 الموعد يقترب لعقد القمة السنوية الخامسة لمجموعة بريكس المجموعة التي تضم دول الاقتصادات الناشئة لبرازيل روسيا الهند الصين وجنوب أفريقيا القمة ستعقد في السادس والعشرين من الشهر الجاري لتعزيز التعاون وتمتين الشراكة بين هذه الدول ويتبقع أن يشكل البريكس تكتلا اقتصاديا ضخما يطيح الأحادية الأمريكية مدينة دوربن في جنوب أفريقيا تستعد لاستقبال الوفود المشاركة وتأمل تحقيق المكاسب هناك أهداف علينا بلوغها أثناء هذه القمة عضويتنا في مجموعة البريكس توفر لنا فرصة لتحقيق تقدم في خمس مجالات أساسية هي التعليم، الصحة، التنمية، الريفية، الأمن ونمو الاقتصاد هذه المجالات ستسمح بتأمين آلاف الوظائف لأبنائنا لمؤشرات على استعادة المواطن الأوروبي رفاهيته ولا معطيات تدل على خروج الاقتصاد الأوروبي من الأزمة إلى العافية بحسب وكالة الأحصالات التابعة للاتحاد الأوروبي روستات الوكالة أشارت إلى تراجع الانتاج الصناعي في دول الاتحاد بنسبة قاربت نصف نقطة مئوية خلال كانون الثاني يناير المفارقة أن الدول الصناعية الكبرى كانت مؤشراتها الأكثر تراجعا بينما سجلت دول مثل ليتوانيا، دنمارك والبرتغال أعلى ارتفاع بمعدلات الانتاج الصناعي خسر مائة ألف فرنسي وظائفهم خلال العام الماضي وحده ستون ألفا منهم يعملون بنظام التعاقد المواقق الذي أثار نزاعا مع النقابات التي اعتبرت أنه لا يوفر الأمان الوظفي للعمال وخسر العمال الصناعيون ثلاثين ألف وظيفة حيث ألغت شركة صناعة السيارات خطوط إنتاج كاملة في وقت خسر أربعة عشر ألف عامل بناء وظيفته ولكي تحافظ الحكومة الفرنسية على مستويات البطالة الحالية يتوجب عليها أن تؤمن أربعين ألف وظيفة جديدة سنويا في وقت لمس عدد العاطلين من العمل مستويات قياسية عند ثلاثة ملايين ومائة وسبعين ألف شخص في قطر تعمل كثير من النساء الوافدات من منازلهن لاستغلال وقت الفراغ وزيادة دخل أسرهن تبدو هذه الحديقة العامة في قطر مكانا مناسبا لعرض الحلي ومكملات الزينات النسائية فالشمس تظهر أناقة القطع المصنوعة بأيد ناعمة أيدي النساء الوافدات إلى قطر أحب الاشتراك في هذا النوع من الأسواق لأني لا أدفع أي مقابل لطويلة العرض كما أن المكان جميل جدا وأطفال حولي يلعبون على العشب حديقة متحف الفن الإسلامي في الدوحة تحولت إلى ساحة اللقاء يجتمع فيها القطريون والمقيمون في البلاد يشترون التحف المعروضة إضافة إلى الأزياء التقليدية التي تمثل التراث الخاصة بمختلف الجاليات من الهند، بنجلاديش، باكستان، مصر، لبنان وغيرها من الدول أن أنا أشتغل في البيت برضو بعمل لنفسي وقت بنظم وقتي وبطلع لنفسي وقت فراغ يعني أنا بالنسبة لي دي حاجة أنا بحب أعملها فأنا أعملها من وانا قاعدة في البيت وفي نفس الوقت بهتم ببنتي وبالبيت وكده وفي وقت فراغي بعمل حاجة مفيدة يعني وتعتمد قطر على اليد العاملة الوافدة بنسبة 94% لتنمية اقتصادها مع هذا الخبر نختم الاقتصادية المفصلة الميدين دوت نت للمزيد شكرا لكم اشتركوا في القناة